هل يكفي لا إله إلا الله مع الشرك؟ الله سبحانه وتعالى ذكرنا قال لنبيه وهو يعمل الأنبياء والرسل أليس من الصالحين وممن أيضا يعملون الصالحات وقد زكاهم الله سبحانه وتعالى في كتابه ومع ذلك نبههم وحذرهم الله وقال ولقد أوحي إليك أي يا محمد وإلى الذين من قبلك أي من الرسل لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين الصفة الأولى ذكرنا بأنه موحد لا يشرك بالله شيئا والله سبحانه وتعالى قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا إذن الأصل في ذلك هو الإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى ولذلك مهما يعمل الشخص المسلم أنا أريد أن ننبه لهذا الأمر وهو أمر مهم جدا وهذا الحقيقة يقع في بعض البلاد وهذا ما أيضا نريد أن ننبه عليه لأن الناس يخلطون فيه هو ما يتعلق بأمر التعوحيل الله سبحانه وتعالى قال لنبيه وقال أيضا للرسل ولقد أوحي إليك أي يا محمد وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين إذن هذا النبي والرسل وهم يعملون من الأعمال الصالحة قال لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين في بعض البلدان هداهم الله تجدهم يذكرون ويقولون لا إله إلا الله ويقولون نحن على التوحيد ولكنهم ماذا؟ لكنهم يشركون بالله سبحانه وتعالى تجدهم مثلا إذا ذبحوا يذبحون لغير الله إذا نزلت بهم نازلة ومصيبة يلجأون إلى غير الله يدعون فلان يا فلان المدد المدد أغذنا هل هذا موحد؟ سؤال لكم هل هذا موحد؟ شخص يدعو غير الله الله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك عبادي فإني قريب ماذا؟ أجيب دعوة الداعي إذا دعا هذا الرجل إذا نزلت عليه نازلة ماذا يحصل؟ يدعو غير الله سبحانه وتعالى هل هذا موحد ولا لا؟ هل حقق الشرط الأول؟ لم يحقق الشرط الأول فلذلك يجب أن نتنبه إلى هذا الأمر ولذلك لما نقول لما ذكرت لكم مسألة الإرجاء بعض أهل الإرجاء يقولون مدام يقول لا إله إلا الله ولو كان ولو كان يشرك بالله فهذا أمر لا يكفي أنه يقول لا إله إلا الله هل يكفي لا إله إلا الله مع الشرك؟ الله سبحانه وتعالى ذكرنا قال لنبيه وهو يعمل الأنبياء والرسل أليس من الصالحين وممن أيضا يعملون الصالحات وقد زكاهم الله سبحانه وتعالى في كتابه ومع ذلك نباه محذرهم الله وقال ولقد أوحي إليك أيام محمد وإلى الذين من قبلك أي من الرسل لإن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين كيف الرسل والنبي لو وقع في مثل هذا الأمر يكون قد حبط عمله وكيف نقول بأن هؤلاء الذين يشركون بالله مع قولهم لا إله إلا الله نقول هؤلاء من الموحدين لا يمكن أن يقال هذا الأمر ترجمة نانسي قنقر